بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم تنتمنى اللي تيشوف هاد فيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين اللي خلولي تعليقات زوينة بحالهم تنقول لهم شكرا جزيلا تنتمنى لكم الصحابة والعافية وكل عام وأنتم بخير تحقوا الأمنيات اللي بغيتوا إما مع ولداتكم إما البنت تكون مع رأسات تحقق إن شاء الله إما زواج إما عمل إما صفر هاد هم الأمنيات اللي كانوا في الحياة الصحة والعافية هو اللي تنتلكوا في هذه الحياة والله سبحانه وتعالى يعين الجميع إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحط واحد لصفة غادي تخصنا كاملين فعلا هي رائعة وأكتر من رائعة هاد الإبطال رائع وأكتر من رائع بالصور وخي يكون إنسان بعيد عليك ولو تكون أي شخص يكون بعيد عليك وبغيت يتبطل إليه تقدري يتبطل إليه إبطال وعلاج السحر إن شاء الله بهذا العشوب والطارقة والقراءة اللي غادي يتقرأي إن شاء الله أول حاجة غادي نديرو هاد الوصفة بمكونات سهلين ولكن الناس اللي ما عندهمش الفاسوخ غايديرو غير الحلبة والملحة والعرعار الناس اللي ما عندهمش الفاسوخ غادي إن شاء الله يعتمدو على الحلبة والملحة والعرعار هانتو ما الحلبة العرعار الفاسوخ الأسود أم الأبيض والملحة والصور إذن غادي ناخد إن شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخد واحد الكاثرون أو كاثرون أو مقلع تكون حلكة حلكة غادي ناخد غادي ناخد إن شاء الله مقلع بحالة دي وغادي ناخد واحد القنينة صغيرة دي الماء الزهر أو الماء الورد نجومنا في الاختيار ماء الزهر أو ماء الورد أو الناس اللي عندهم الورد المقطرت أو رمزين زهر أي حاجة اللي غادي نطيبو بها نطيبو بها تستحر اللي معقل لنا حياتنا ودرينا عرقيل في حياتنا بغيت نوجه واحد الحاجة لأن ما تحسي براسك بخمول أو رجليك دار رينك أو فيك عياء شديد أو أنك تتحسي بالجسد ديالك غير مرتاحة فيه ما تتنامش مزيان تتحسي بأنك خاصك النعاس دي ما تتحسي براسك أنك عندك مشاكل في النوم طربات النوم إما ما تتنامش مزيان ما تتنامش بسرعة تتنامش بسرعة بصعوبة لابد نتفقد فراسي ونعرف فراسي ولو ندير غير تفوسيخة مشاكل فوالو إما عين إما حسد إما يكون سحر مخطأ تدير بالزب الحويش تدير عياء شديد تدير نعاس تدير ألم في الرأس تدير تخبط في الأمعاء زعم غريب شياطين السحر كيف يشغلونهم وكيف يكتبون التلاصم وكيف يضرون خوتهم المسلمين سبحان الله لهم اللعنة بلعنة الله سبحان الله لا يفلحون إذن الناس اللي منحس براسي أنني عندي طاقة سلبية في الجسد ديالي والحاجة سألتج إليها هي القرآن الكريم نقرأ سورة الرحمن نقرأها على ماء ونقرأها نقرأها على ماء ونقرأها على حرمل ونتبخر بالحرمل ونشرب الماء باش إذا كان شعار أو كان عندي شي طاقة دخلت الجسد ديالي هنقدر باش نتبخر ونشرب غدي إيبال ليا في المنام عشنو عندي واش عندي سحر ولا عندي غير عين ولا غير أنا عيانة بالعمل أو إرهاق ديال الموسمي فقط أما اليوم كما قلت لكم عندنا الحلبة الملحة العرعار الصور الفاصوخ الفاصوخ الأسود الفاصوخ ما بقاش ليه بزاب هادشي اللي بقى ليا أنا غدي نصور به ما أخرش ريتو إذن وعندي الصور ما حطيش لكم صور لأن حنا ما عندنا في القاعدة ما نحطوه الصور إذن إذن إن شاء الله بحول الله غدي ناخد واحد مقلع انتم في الاختيار غدي ناخد ناخد هاد الماء الزهر ناخد واحد الكاثرون بحلكة نخيفها ماء الزهر ماء الزهر بحلكة بعد نعمر ندير النص ديالها الماء الزهر غدي ندير الصور الصور غدي بحل الصور ديال ولادك كاملين بحل ولدك في خارج البلاد اللي انتي فيها يكون مسافر وبغيت تخلصيه من السحر إذا كان عنده سحر عود لك مشاكل أو عنده مشاكل في العمل أو عنده مشاكل مع شخص معين في أي بلد كينفاذ السحر إذا هاد الإبطال علاج السحر من بعيد علاج السحر من بعيد بعيد عليك تبطلي ليه غير بالصور دياله والفاصوخ والحلبة والعرعار والملحة غادي إن شاء الله ندير الملحة حلكة ندير الحلبة حلكة ندير العرعار هاد المكونة ثلاث أيام غادي تحطي عليه وتبخي شوية وتردي يبقى وغادي تقرير عليه إن شاء الله هاد مFre ولا تقرير 4 من قليل من الفاصوخ وباقر mamy الخليل إن شاء الله بحول الله وقوة وغادي ندير الصورة بحلقة نكسب الإسم دياله هنا إسمه هنا فلان ولد فلان فلان ولد فلان و نضيف الحلبة و لنقرأ هذه القراءة إن شاء الله بحول الله و قوته و إيمكن أقرأ قرأ في تلوت الليل في الليل إن شاء الله بحول الله سوف نقرأ صورة ياسين مرة واحدة صورة ياسين مرة واحدة فشنوصل المبين هنقول هالتوكين من نوصل المبين المبين الأول المبين الثاني يوم الثالث يوم غادي تقرأي لا ثلاث أيام ولكن المبين الأول المبين الثاني فيها سبعات المبينات غادي تقولي هالتوكين وانتي تقرأي عليه تقرأي على هال الحلباء والتصاور والعرعار بسم الله الرحمن الرحيم حصنت فلان ولد فلانة ودفعت عنه السحر العين والحسد والسحر السحر التعطيل الأحوال أو العين الحاقدة أو السحر المرشوش بسم الله حصنت فلان ولد فلانة ودفعت عنه السحر والعين والتوابع من الحسد بلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله هو السميع العلم هذا التوكيل سنقول الوقت الذي نقرأ نقرأه 11 مرة هذا التوكيل إن شاء الله بسم الله حصنت فلان ولد فلانة حصنت فلان ولد فلانة ودفعت عنه السحر بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله هو السميع العلم أو لا إله إلا الله بألف لا حول ولا قوة إلا بالله أو بألف ألف لا إله إلا الله فسيكفيكهم الله هو السميع العلم 11 مره غادي نقراها في الليل غادي نقرأ ونخلي هاد سميتو غادي نديه لفوق النار غير يغلى شوية غير الغلية طلع ونطفع عليه ونطفع عليه ونغطيه يوم اخر مدة 3 ايام هتبطلي لأي شخص بعيد معك او معك في الدار او انتية او راجلك او اي شخص اذا كان راجك ما تبغيش ابطل تقدري تبطلي لزوج ديالك هو معك الوقت لي ما يكونش انك تقدري تبطلي لي السحر المعمول لي معمول لك او مديور ليك اذا هاد السحر ابطال في خفاء اولي يكون بعيد عليك تقدري تبطلي لي باذن الله الواحد القهار اذا غادي نكونو هذا الشروط ديال العمل الشروط ديال العمل خاصك تكوني خاصك تكوني على نظافة تصلي ركعتين استخارة الامر تستغفري وتصلي على الحبيب وتخرجي صدقة مدة 3 ايام ولو تكون درهم ولو تكون خبزة ولو تكون غير كالشاي مهم تخرجي صدقة او اا تكوني اا تصدقي شي حاجة من امام المنزل كاما حليب ولا شي حاجة هاكا ولا خبز اي حاجة المهم تصدقي في هادك الايام اللي درسي فيها هاد اا ابطال ولكن هاد الابطال غادي نقره عليه ثلاثة ايام بعد غادي نشوف الصور اللي تمسحوا اا مزيانين ما تمسحوش غادي نعودها نحبس كل اسبوع نعودها كل اسبوع نديرها ثلاثة ايام عملا بديت بالاربعاء وندير الاربعاء الخميس الجمعة مزيان نختم هالجمعة او ندير السبت والحد والاثنين نتيب الاختيار المهم ولكن القراءة تكون في تولوة الليل الصباح نصدق ومن سالي من هاد المكونات ونحيط الصور غادي نجمعهم في صاشية بيضاء واللحم في مكان عاشب اللهم ادفع عن ابني ما يضره اللهم ابطل عن ابني ما يضره اللهم ابطل عنه جميع العوارد واللوحة ذاكشي فمك واشنو قال ذاكشي اللي تحسي بي يقولي اللهم ابطل عن ابني اللهم ابطل عن زوجي اللهم ابطل عني اللهم ابطل عن جميع اولادي كل حاجة على حسب كل واحد اشنو بغى من هاد الوصوة اذا احبابي مدة ثلاثة ايام حاولوا ولا ما كانش الفاسو قديرو غير الحلبة والعرعار والملحة انتموا في الاختيار والصور اللي تمسحوها وما التبطل ما تمسحوش غتعودوها حتى يتمسحو هذك الصور إذن الله يحفظكم وينجيكم ويعطيكم السؤول ديالكم لأنكم تستحقوا كل خير وربي غد يعاونكم إن شاء الله غير دعموا القناة وفعلوا الجرس وتابونوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته